موضوع الازمة الاقتصادية انه هو ده موضوع الناس متأثرة بكتير وانا عارف والاسعار مرتفع وانا عارف طب احنا سكتين على كده احنا بنحاول بكل ما قتينا من قدرة ان احنا نقلل من تأثير الازمة دي ببرامج بنعملها على مستوى الدولة خاصة المواطنين اللي هم يعني اللي هي ظروفهم صعبة يعني هرجع تاني واقول مفيش ازمة بتمر على مصر اللي ان احنا بنبقى متأكدين بالارادة والعمل والتخطيط وقابل ده كله بالله سبحانه وتعالى لان احنا بنعمل خير احنا كمسئولين لا نبغي والله الا الخير لكل الناس والبلدنا وبالتالي مفيش عندنا هدف تاني غير كده فاتطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى على ان رغم الظروف الصعبة دي لكن زي ما مرت على مصر ظروف صعبة خلال العشر سنين اللي فات لا مش العشر سنين اللي فاتت السنين اللي فاتت كلها يمكن الاجيال الشابة متشوفش ده لكن الناس الكبار شافت ان مصر قابلتها تحديات كتير وبالله سبحانه وتعالى وبالجهد وبالارادة كنا بنعبر التحدي ده في سبعة وستين كان فيه تحدي كبير قوي وربنا سبحانه وتعالى في تلاتة وسبعين عبرناه وحاجات اخرى على يعني بالمستوى اللي هو اللي خلس يتقول يا تارى احنا حنقدر نتغلب على الازمة دي او لا لا لازم تكونوا متأكدين مش عشان تاني بقول احنا كمسئولين لا لا احنا كمصريين هو تفتكروا اي تحدي ممكن نتغلب عليه الدولة وحدها المسئولين يقدروا عليه وحدهم لا بيكم انتم بفهم الناس بتحمل الناس نقدر نعدي اهلا اهلا بكم كل الترحيب بكاتبنا صحف الكبير استاذ احمد ناجي امحا رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الاهرام منور جدا اوي خالص احنا استاذ يسفق المحاضر استاذ احمد دلوقتي ما بين التنمية وما بين السياسة البعض يظن ان هما مصارات مختلفة او متبعدة والبعض الاخر وانا منهم اشوف ان هما مصارات متوازية بل وتلتقي في كثير من الاحيان الموزيع صح ولا غلط اه العلوم السياسية والتجربة المصرية بتقول ان ويمكن حالك تتعامل فكرة مهمة جدا عن الحوار الوطني اه ان الدولة المصرية كانت دائما ابدا مهمومة بالفكرة اللي حالك بتتنقشها هو الفكرة انت بتتراحها التوازن ما بين الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي ايه ازبق ايه وايه ليه اولوية عن ايه وليه اه انا حابب اقول ده ان الترجمته هو عنوان المشهد اللي احنا شفناه في مطروح انك بتتكلم على التطبيق العملي للتنمية المستدامة ولما بتتكلم على التنمية المستدامة انت بتتكلم على مصطلح ظهر في العالم في اول السبعينيات 1972 ترجم في ادبيات الامم والتحدة وقرارات الامم والتحدة واتفاقاتها 82 وبدأ بعد ذلك البحث فيه ليه اعمل زي مسلس من ثلاث اضلاع حاجة تتعلق بالتنمية الاقتصادية حاجة تتعلق بالتنمية الاجتماعية حاجة تتعلق بالتنمية البيئية تصوري البسيط انك لا يمكن ان تعزل هذه التنمية عن العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر